كما أكد الرئيس السيسي أن الوثائق التي ستصدر عن القمة الروسية الأفريقية تثبت وبحق عنقى العلاقات الاستراتيجية والروابط الهامة التي تجمع الدول الأفريقية بالجانب الروسية وشدد الرئيس السيسي على التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل قاد ومخلص في جهود تعميق الشراكة الأفريقية الروسية الاستراتيجية إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها إن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة التي تجمع دولنا الأفريقية بالجانب الروسي فضلا عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا لا سيما في مجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسيها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهددات وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على خطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي باستفادة من التكنولوجيا الروسية هذا بالإضافة لتعزيز السلاط الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا وإنني أؤكد في هذا الصدد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جيد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القام بين الشركات المصرية ونظيراتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى المستوى القري من خلال رئاسة مصر لللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية النباب وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الافريقي لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية